هلا وله فيكم بحلقة جديدة من قصص ألعاب مرعبة عندي لكم اليوم قصتين مرعبتين وقبل ما نبدأ كالعادة اللي يخاف لا يكمل والشجاع يكمل معي وأيضا لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة وانشر الفيديو هذا مع اللي يودكم تخوفونا والحين خلونا نبدأ أول قصة معانا عنوانها Xbox Live شخص يعرف باسم The Silicon Lemming يحب يلعب ألعاب الأركادي الموجودة على شبث الأكس بوكس وجت لفترة يلعب لعبة Trials HD بشكل كثير وفي يوم الهيام جت لدعوة محادثة وأول شي لاحظة بشكل غريب أن الدعوة بدون اسم بس طعت لجملة قبل الدعوة ولما دخل يقول ما كان في حد غيره استغر بالوضع وقال يمكن أن الشخص اللي دعاني طلع قبل لا أدخل لكن فجأة دخل شخص المحادثة وبنفس اسمه Silicon Lemmings has joined the party يقول بتسمت بحكم أنه glitch أو مشكلة غريبة في الاتصال لكن لما راح يتأكد حصل اسمه مرتين الأول يلعب Trials والثاني في صفحة تعديل الأفاتار اللي تصمم لك شخصية في شبكة الإكس بوكس قال صاحبنا Hello لكن ما فيها يرد وما توقع يجي رد أصلا بعد فترة قصيرة رجع لرد على شكل صد صوته Hello استغرب الموضوع ولكن لازل منصر أنه ممكن يكون خطأ في الاتصال أو glitch غريب نادر يصير لكنه حصل يقول حاولت تتكلم أكثر من مرة في كل مرة صوت يرجع بشكل صده لكن فجأة الصده بدأ يرد بطريقة ساخرة تعجب أعتقد أنه سمع غلط أو تهيأ للأمر قررنا يقول جملة دايما يقولها مع صحابه Why don't you come and say that to my face يعني اش رايك تجي وتقول الكلام هذا في وجهي لكن تفاجأ بالرد Maybe I might just do that يعني يمكن أبسوي كذا يقول هنا الموضوع تغير تماما وصنصدم لأن الرد كان بصوته وبعدها غادر الشخص الآخر من المحادثة وقررنا يقفل إكس بوكس واليوم الثاني ما ترك الموضوع يروح من رأسه من كثرة تفكير فيه يقول قررت أشغل الجهاز في ليلة اليوم الثاني كل شيء كان طبيعي قامت الأستقال ومحادثات وما في أي شيء غريب شغل لعبة explosion man وخلال نصف ساعة وصلت لرسالة صوتية كان صوت شخص يتنفس بشكل عميق وبعدها صوته يقول can you say destruction يعني هل ممكن تقول حاجة تلفت للانتباه بدأ الخوف يبين بشكل واضح على اللاعب يقول أفاتار كان واضح في الخلفية اللعب كان يرقص بدأ اللاعب يلتفت في الغرفة وخايف الرعب بدأ لما رجع شاه في شاشة التلفزيون بدأ يصير خبص صوت عالي كان وجه الأفاتار في الشاشة بشكل كامل ويطالع اللاعب بشكل صامت بدأ يرفع يدينا يده تأشر على اللاعب ويد حاط على رقبته بمعنى راح أثبعك بعدها بدأ يشم ريحة بلاستيك محروك فجأة الإكس بوكس تعطل يقول آخر في شافة قبل أن يتعطل كانت شاشة بألوان مختلفة ومعكوسة والأفاتار كان بلون أخضر ووردي وحاولنا يشغل الإكس بوكس لكن تفاجأ بيعطل لمبات الحمراء أو المعروف بالRed Ring of Death بعد مرور شهر أرسل الجهاز للصيانة واخذ جهاز تاني يقول أخذ لفترة حتى جت الجرى أن يشغل الجهاز وبعد التشغيل كل شي كان طبيعي إلى ما سوى تسجيل دخول بحسابه حصل كثير من الرسائل الصوتية وكلها بصوتها تقول Where are you? We're not done yet Where are you? We're not done yet يعني وينك ترى حنا ما خلصنا لسه وكانت آخر رسالة قبل 20 دقيقة تقول I'm done waiting I'm coming to get you مللة الانتظار أنا جاي عشانك الأباتار بدأ يتقدم من الشاشة شوي شوي يقرب منها وظهر منها وبدأ يفرك يده ويلوح بيده أخذت منه ثواني حتى يستوعب أنه يلوح الشخص خلف اللاعب القصة انتهت وما في شرح إيش صار بعدها هل كان الأباتار يلوح للقاتل اللي قتل اللاعب أو يلوح الشخص ثاني قصتنا الثانية اسمها The Last Level أو المرحلة الأخيرة سيفن سكايلر هي عبارة لعبة ألغاز كحالة العاب بالجوالات يوم سأل المطور عن سبب اختيار رسوم القديمة للعبة قال أنهم كانوا مركزين على المرحلة الأخيرة وحبوا يخلون اللعبة سريعة عشان ما تأخذ مساحة كبيرة أثار حماس اللاعبين بهذا الكلام وكيف أنهم يبوني وصولون اللاعب لمرحلة الأخيرة قصة اللعبة أنه في أم تركت ابنها وبدأ يرسمها في الكمبيوتر ويكون في أفخاخ مميتة وبطل يحاول ينقذها ويفشل واللعب يتحكم بالبطل تحاول تنقذ الأم في كل مرحلة سام بطل قصتنا يحب يلعب على الآيباد ويحب الألعاب يتطلب منك على الغاز معينة عشان تنتقل للمنطقة الثانية شدتها لعبة سيفن سكايلر بشكل كبير المرحلة الأولى من اللعبة كانت تعليمية اللوم كانت مربوطة بحديدة وفوقها حبل وفي الجهة المقابلة للبطل يقول كان في كيس من رمل بالأرض حاول يشيلها لكن فجأة طح سيف من فوق الأم وقسمها لنصين والدم تناثر في كل مكان وطلعتنا كلمة I win في الشاشة استغرب اللاعب لكن حاول أكثر مرة يعيد اللعبة بكثر من طريقة وكتشف في الأخير أنه منفتاح في الأرض بجنب الدرج المؤدي للأم فتح القفل وهرب بعد ما فهم اللعبة عدم مراحل كثيرة حتى وصل لمرحلة الستين يقول لغرافيكس تغير صار قديم عكس المراحل الأولى والأم كانت محبوسة في غرفة زجاجية صغيرة وفي الأرض في أكثر من غرض مثل حبل مربوط وعصى أخذ اللاعب العصى وحاول يقرب من الأم ودخل معها للغرفة وفجأة تقفل الباب وراها صار تقديم في الوقت بشكل سريع للعبة ومر شهر تغيرت الصورة وظهر البطل مع الأم وهم يكلون بعض بشكل بشع وفازت الأم وظهرت كلمة I win لاعب انزعج بكمية الدم اللي شافها لكن قرر ان يكمل اللعبة بعد هالمشوار يقول قدرت اتحكم بالبطل واخذ عصى من الأرض وبدأ يضرب جدار الغرفة الزجاجية حتى انهدمت ودمرتهم واطلعت له كلمة I win مرة ثانية وبدون أي سابق انذار بدأت جدران الغرفة تطلع منها نيران وتركت وراها جثة محترقة بشكل كامل كان راح يسقط العباد من الخوف لكن يقول متعود على العنف في الأفلام بس مو مثل في هذه الألعاب وراح وعاد المرحلة الستين من جديد في كل مرة يطلع على فخ بشكل وحشي أكثر مرة يحترق بحمب أسد ومرة أسماك البيرانا ومرة السيوف تقطع من كثر التعذيب يقول نسا يحسب كم مرة قتلت لهم وفجأة ظهر له صوت يقول له gone wrong يعني شي غلط ترك الأيباد في الأرض بكل خوف وبدأ يركل نظرات البطل وتعذيب الأم وصرخاتها وشدة العصاب ووقت اللعب خلتها يجيل بشكل هستيري في الشارع وهو يصرخ بعد الحادث هذه بشهرين توفي أسام في حفرة وما في أحد حصت جثته إلى الآن لكن في شخص قد يهكر اللعبة ويقول لازم أنك تخسر خمسمية مرة وفي الأخير راح يطلع لك مسدس تطلق إلى الأم أربع مرات على عيونها عشان تفوز وهافي اللحظة كلمة I win ما راح تطلع لك راح تطلع لك شاشة النهاية مع الصوت لطفل يقول but but no you cannot do that you're supposed to save her all I wanted to do was scare her into loving me again يعني لا لا أو خنقول لكن لكن لا ما يصير تسوي كذا المفوضة أنك تنقذها كل يكنت أبغى سوي أني يخوفها عساس خليه تصير تحبني مرة ثانية يعني أن الطفل كان يحاول يخوف أمه عشان ترجع تحبه لكن البطل قتلها ولازالت القصة واللعبة لغص ما حد يعرف ليه أو كيف تم تصميمها وهذه كانت القصتين مرعبتين لحلقة اليوم لحبت أن رأيكم فيها وأيضا انشرها مع صحابكم وقلوا لنا هل خفتم من القصة الأولى أو الثانية للأمانة وأنا قاعد أسجل الصوت أو أكتب القصة القصة الأولى قالت خيلة موقف قدامي لما الأفاتار قاعد يطالع كذا ويأشر صلاحة جتني قش عريضة ما دل عينكم جنتم بقصة عريضة أو لا لا يعطيكم معافة المتابعة كما مع كافات الشيحة شكرا لكم في فيديو ثاني على قناة ترو قيمينغ لا تنسوا أمر ثانية الاشتراك وأيضا اللايك يعطيكم لاافية مع السلام ترجمة نانسي قنقر